اشتركوا في القناة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ودل عليه إجماع السلف الماضين ومن تبعهم من علماء السنة أجمعين وهو باب عظيم من أبواب الجهاد كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذلك في مواضع من كلامه فبيّن أن بيان أخطاء أصحاب المقولات الباطلة التي تخالف الكتاب والسنة مع تجلية حالهم وتحذير الأمة منهم كل ذلك واجب باتفاق المسلمين وذكر ابن مفلح في الآذاب الشرعية أنه قيل للإمام المبجن أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا صلى وصام وعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل وذكر الخطيب في الكفاية وفي الجامع أيضا أنه قيل لأحمد رحمه الله تعالى إنه يفقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا فقال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حمل رحمه الله إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم فكلامه رحمه الله يدل على أن تبيين الفارقة بين أهل السنة وأهل البدعة وأن توضيح المشتبه من الأمر من أهم المهمات في دين رب العالمين كما بيّن ذلك كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعليه إدماع السلف الماضين وجعلوا ذلك من أعظم أنواع الجهاد في سبيل رب العالمين وذكر البرب هاري في شرح السنة وأبو نعيم في الحلية وابن ضطط في الإبانة الكبرى واللالة كأي في شرح أصول الاعتقاد عن سفيان التوري رحمه الله قال من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها يعني إلى البدع وذكر البرب هاري وابن بطة واللالة كأي بإسناد صحيح عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال لا تجلس إلى صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة قال لا تجلس إلى صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة هم أعظم السراط لأن السراط الذين يعتدون على مالك ويستلبون أشياءك إنما يأخذون عرضا من عرض الدنيا وأما الذي يسرق قلبك ويسلب روحك فإنه يدمر آخرتك هم أعظم السراط قال الفضيل رحمه الله من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه أخرجه أبو نعي وابن بطة واللالة كأي بإسناد صحيح وقال رحمه الله كما ذكر البرب هاري وأبو نعي وابن الجوزي في تلبيس إبليس من عظم صاحب بدعة فقد أعانى على هدم الإسلام ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في صخط الله حتى يرجع هذا أصل من أصول الديانة ومعلم من معالم الشريعة وهو أمس ما يكون رحما بعقيدة المرع المسلم وهو من دعائمه وعلائمه منهاج النبوة كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان يغترون بزهد الرجل ولا بحسن ألفاظه وتتبعه لآثار أهل العلم ولا بكثرة وعظه الناس ولا بغير ذلك ما لم يكن على السنة النبوية والجادة السلفية ما كانوا يأبهون له ولا يعبعون به بل يجعلونه وراءهم ظهرية مع التنفير من طريقته والتحذير من سلوك منهجه وكيف يغتروا وعندهم الفرقان الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أخبر الصحابة عن حال الخوارج ومدى عبادتهم وزهدهم وبينا للصحابة أنهم يحقرون صلاتهم صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم وتلاوتهم مع تلاوتهم وهذا الإخبار بهذه الكثرة الكاترة والعبادة المفرطة جاء في سياق التحذير منهم والذن لهم وعدم الاغترار باجتهادهم فذكر تحذيرا ذكر تنفيرا لم يذكر مدحا ولا إرشادا لسبيلهم ومنهدهم وإنما ذكر تنفيرا عنهم وتشريدا به ترجمة نانسي قنقر